حياكم الله ومشاهدين في الفقرة الطبية واليوم سنتكلم على موضوع مهم ربما يكون حتى مفيد لكم لأنه خاص بالأعشاب وحساسية الجلد كيف نعالجها بالأعشاب تعتبر الأعشاب دواء للناس منذ القدم حيث لم تكن المحلولة الكيميائية موجودة في ذلك الوقت فعن طريق العشاب نحصل كنا وقانوا القدماء على العلاج المطلوب بدون أي أعراض جانبية قد تؤثر علينا لاحقا اليوم سنتحدث عن علاج حساسية الجلد بالأعشاب والنباتات الطبيعية لذلك سعدنا نرحب الدكتور سمير الحلو استشارية طب البديل أهلا وسهلا فيك أهلا بكم وشكرا على هذه الاستضافة يا مرحبا فيك منورنا بداية دكتور حبي نعرف أنت كطبيب أعشاب كيف تصنف أو ما هو بالنسبة لكم مرض حساسية الجلد بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لحساسية الجلد هي بالأمراض الشائعة وشائعة جدا وزادت نسبتها في الآونة الأخيرة حتى أن البعض قال إحنا في عصور الحساسية نعم أو قرن الحساسية نعم الحساسية هذه أصلها هو الجهاز المناعي الجهاز المناعي جهاز معقد جدا وهو اللي بيقوم بحماية الجسم والوقاية من الأمراض والدفاع عن الجسم بشتى الأمور المختلفة ليس فقط في الجراثيم حتى في الأمور التحسوسية نعم فالحساسية أصلها أن الجهاز المناعي تفاعل ضد شيء معين وظهر أثر هذا التفاعل على الجلد على شكل إحمرار وحكة ألم مزعج إلى آخره وممكن قشور كل هذه التفاعلات لانطلاق مواد خاصة في الجلد اسمها مادة الهستامين مادة الهستامينها إذن طلقت نتيجة هذه التفاعلات المناعية في الجلد بصير كل أعراض الحساسية بأشكالها المختلفة سواء شرية والإكزيمة والصدفية إلى آخره هذه بشكل عام هي أصل المشكلة الجهاز المناعي صار فيه تفاعل غريب أو ردة فعل بحيث أنه ظهر أثر هذه الردة الفعل على الجلد بصور الحساسية المختلفة نعم كيف يتم تشخيص حساسية الجلد دكتور يعني منعرف أنه التشخيص هو أول خطوة في العلاج وأهم خطوة في العلاج فكيف يتم تشخيصها عادة التشخيص كلينيكل سريري يعني من نظرة الطبيب الطبيب الجلدية أو الطبيب العام الخبير في هذه الأمور يعرفها على طول من أول بصة كما يقولون تعرف أنواعها كمان الأمراض نادراً ما نحتاج إذا اختلطت بعض أمور الحساسية الجلدية وصار شكلها يعني غريب شوي ممكن تأخذ خزعة من هذه البقعة وتفحص في المختبرات حتى تحدد لكن في الغالب في الغالب الحساسية سهلة للتشخيص نعم أنتم قليل تكلمت عن أسباب حساسية الجلد كيميائياً وبالإنزيم الذي بينطلق طيب ما هي الأسباب حساسية الجلد عموماً يعني بشكل عام بشكل عام هناك أسباب أصلية في جسم الإنسان يعني وراثية يعني خلين نجيب مثل في ناس مثلاً لو أكل بيض بصير معه حساسية نعم شخص آخر ما بصير معه حساسية نعم لماذا؟ هل المشكلة في البيضة؟ لا لو المشكلة في البيضة كان كل الناس صاروا عام حساسية حتى في الناس عندهم حساسية من الموض بالضبط فالآن الحساسية في هذا الجسم هذا الجسم استجاب استجابة غريبة لتناول البيضة مثلاً ففي ممكن تحسس من الأطعمة ليست الأطعمة هي الملامة الجسم هو الملامة هذا نقطة مهمة جداً في ناس العسل الذي قال عنه رب العزة سبحانه وتعالى فيه شفاء للناس فيه ناس يتحسس للعسل المشكلة في العسل؟ لا المشكلة في الجسم ثانياً هذه الغذاء ثانياً فيه أمور خارجية يعني حساسية لمواد مثلاً معينة كثير من النساء بيشتكوا من حساسية اليدين للمنظفات عندهم حساسية وإكزيمة في الإيدين تشققات وآلام إلى آخره من مواد التنظيف فيه ناس عندهم حساسية لبعض الأدوية أو الأعشاب ما بتحملها فيه ناس ممكن ياخد حبة أسبرين بيبي أسبرين يصير عنده نزيف في المعدة فوراً فيه ناس ممكن ياخد تسعة وتسعين إبرة بنزلين ما عنده مشكلة إذن هذه فروقات بين الناس ما فيش أسباب معينة ممكن تؤدي إلى حساسية المئة تولد عنده حساسية يدخل المستشفى فتقلب الجهاز المناعي بطريقة لا نفهمها أحياناً وما أوتينا من العلم إلا قليلاً يولد هذه الأمور التحسسية نعم طيب دكتور السؤال الأهم في هذه الفقرة كيف نعالج حساسية الجلد بالأعشاب؟ الآن بهمنا جداً أولاً نشوف إذا في أسباب مهيجة للمشكلة يعني إحنا قلنا قبل قليل أنه في استعداد للحساسية في استعداد عند هذا الإنسان فإذا عرفنا المواد التي ممكن تهيج التحسس عنده نتجنبها وكثير من الأحيان بهمنا جداً جداً المريض يكون صاحي وفهيم وفطن وينتبه للمواد التي ممكن تولد التحسس عنده لأنه بريحنا بريح الأطباء فإذا تجنبها أراحة واستراحة النقطة الثانية الأشياء السريعة اللي ممكن نعالج فيها التحسس اللي هي مضادات الهستامين هذه في الطب الحديث في الأدوية الحديثة وهذه ممكن إحنا نستخدمها حتى في طب الأعشاب ممكن نضطر إلها لأراحة المريض إذا كانت الحساسية هاجت وبسرعة مثل النوع الحساسية اللي بنسميه شرية ارتكارية هذه بتظهر تنفطات متورمة تنفطات يعني تورمات في الجلد حمراء اللون ممكن أنت لو تعمل بأصبعك أو أظفرك على جلد هذا الشخص نعم بصير مكانه أحمر من خلال مباشرة فمن بالك إذا هذه التورمات وصلت للفم والعيون لابد من عمل سريع نعم بمضادات الهستامين والكورتزون نعم قد نضطر للكورتزون لأنه بعطينا مفعول سريع جداً لكن بشكل عام نحن ما بدنا نحل المشكلة مؤقتاً وينتهي مفعول الكورتزون فتعود المشكلة كما كانت ويضطر يأخذ كورتزون كورتزون لا هذا مش حل الحل الصحيح أنه نبدأ نعطي المنتجات الطبيعية العشبية التي توقف هذا التفاعل المناعي وتحوله من تفاعل النشط إلى تفاعل خامل طبعاً أنت ربما تسأل وتقوله طب طالما هذا الإنسان عنده وراثة لهذه الحساسية عنده استعداد وراثة طب كيف بدنا نخلص من هذه الوراثة أقول أنه لا نستطيع مسح العامل الوراثي الموجود في الجينات لكن نستطيع تحويله إلى تفاعل خامل إذا وصلنا أنه يكون خامل معناته ما فيه مشكلة ما عندنا مرض والنبطات الطبية الكثيرة تقوم بهذه المهمة لكن ضمن خطة متكاملة نعم إذن هل فيه هناك طيب موانع من العلاجة باستخدام العشاب ما فيه موانع أبداً إلا أنه إذا علمنا أنه فيه مثلاً نبات طبي ممكن يكون له دور فيه تهييج الحساسية من أنتبه له لكن في الغالب وهذه نقطة مهمة استخدام العشاب في حل المشكلات الحساسية قد تبدأ بهيجان التفاعل التحسسي في بعض الأحيان هذا بنسميه الريموديوليشن للجهاز المناعي هذا الهيجان نحن لازم نفهم المريض عليه أنه ممكن تهيجي التحسس في البداية قليلاً ثم يبدأ بالطفيان ولا مانع لدينا من أخذ مضادات الهستامين في بداية العلاج حتى نخفف على المريض قليلاً لكن نهدف على المدى البعيد إلى تحويل التفاعل المناعي التحسسي إلى تفاعل خامل فيزول المرض بإذن الله تعالى تماماً نعم طيب دكتور على سبيل المثال إذا في سيدة معها أكزمت ربات البيوت اللي هي من المواد الكيميائية بهذه الحالة شو بتستخدموا لها أعشاب للمعالجة؟ غالباً هناك أعشاب عديدة لهذا المضوع وفي تركيبات نعم ولازم أنبه الجمهور الكريم أن الحساسية ليست من الأمراض السهلة الحساسية خليني أقول عجز عن علاجها الطب الحديث عجز نعم ما يعطى هو كورتزون ومرطبات وملطفات للجلد وممكن يعطى كورتزون داخلي على شكل حبوب أو إبر وفي بعض الحالات ممكن تنطى مصبطات الجهاز المناعي مثل مثل تركسيت والإميران وغيرها أو علاجات بيولوجية وهذه علاجات كلها لها آثار سلبية ليست سهلة فالمريض لا خلص من الحساسية وله سلم من آثار هذه الأدوية السلبية والخطيرة فالخطة عادة إحنا إذا كانت خفيفة الآن في عندنا درجات الحساسية في خفيفة منقول للإنسان خذ مادة الصبار اغلي بابونج وغسل إيديك اشرب حلبة لأنه فيها مواد شبيهة الكورتزون لكن طبيعية نعم فالبابونج والحلبة شربا ممتازة ممكن ننصح بشرب الكركم لأنه طارد للسموم من الجسم وبيهدي التفاعلات التحسوسية أيضا جميل فهناك عدة نباتات ممكن تساعد لكن العلاج المتكامل لا يستطيعه الإنسان في بيته لا بد رجاء الطبيب ويأخذ مستحضرات طبية عشبية متكامل عشك الكبسولات وأشربة جاهزة تؤدي إلى إيقاف هذا التفاعل المناعي نعم وتحويله إلى خامل طيب إذا جئنا نتكلم عن الصدفية للأسف في ناس ما بيعرفوهاش يعني بتكون حتى مصابين ربما بالصدفية ومش عارفونه مصاب بالصدفية فأحب أن نعرف منك ما هي الصدفية وما هي أعراضها قبل الحديث عن علاجها نعم الصدفية هو مرض مناعي أيضا ويتميز بأن الطبقة الخارجية القرنية للجلد تتكاثر أضعاف سرعتها التقليدية الطبيعية تنمو أكثر يعني نعم تنمو بسرعة هائلة هذا يولد قشور سميكة لونها فضي وإحمرار وجفاف وحكة وأحيانا تغطي شعور بالألم كغز الإبر أحيانا والحكة في الصدفية ما هي شرسة مثل شراستها في الإجزيمة الإجزيمة الحكة أقوى بكثير نعم فهذه الصدفية ولها مناطق محددة تختلف عن مناطق الإجزيمة الإجزيمة زي ما ذكرنا ممكن تكون في الإيدين ممكن تكون بقعة في الوجه في الذراع إلى آخره لكن الصدفية لا ما كان خاصة مثل الكعين الركبتين كفي القدمين مع اليدين مع بعض جفاف وتشقق شديد جدا ممكن في الرأس فقط فروة الرأس تكون مليانة قشرة مليانة قشور سميكة إذا حكها الإنسان ينزل دم وهذه مشهورة كثير وشائعة والناس لا ينتبهوا لها وممكن تكون بالأضافر فقط تشوه الأضافر الصدفية كانوا يتكسروا ولا فقط جلد زي يتكسروا ويتشققوا وتشوه الأضافر فقط في الأضافر وأحيانا الصدفية يكون لها مضاعفات إضافية إذا كانت قوية إنها تصل إلى المفاصل فتشبه الروماتيزم وتسمى مرض المفاصل الصدفي تشبه كأنها الروماتيزم وهذه من المضاعفات إذا كانت قوية وشريسة نعم في نقطة مهمة بالنسبة للإكزما والحساسية الإكزما والحساسية قد تكون عند مريض لديها ربو حساسية في الجهاز التنفسي نعم لكن الصدفية غالبا لا ليس لها علاقة بحساسية الجهاز التنفسي نعم طيب كيف تعالج الصدفية بالأشهب؟ الصدفية قريبة من علاجها قريب من علاج الإكزما نعم لكن بحاجة إلى تعديلات مهمة ومن أهم هذه التعديلات أنه نركز على تنشيط وظائف الكبد تنشيط وظائف الكبد لها علاقة وثيقة في حل مشكلة الصدفية فنحن نعطي تركيبات يعني كبيرة وممكن تكون على شكل كمسولات كما ذكرنا أو أشرب أو غيرها مع منشطات الكبد وخاصة نبات الخرفيش ملك تسل أو السليمارين اللي هو الأرضي شوكي نعم هذه تتشابه كلها تقوي جهاز الكبد ويكون في هذه التركيبات الكوركوم والقريس وورق الزيتون وأشياء كثيرة بهدف تحويل التفاعل المناعي إلى تفاعل خامل بالأضافة إحنا نعطي أشياء خارجية مثل المراهم التي تحتوي على مادة الصبار والبابونج العسل شمع العسل لماذا شمع العسل؟ لأنه بكون طبقة جيدة ملينة للجلد لأنه هذا الجلد جاف جدا البقعة المصابة جافة جدا والمريض بحاجة إلى مرطل قوي ويدوم فما منعطي كريمات عادة منعطي مراهم ما الفرق بين الكريم والمرهم؟ الكريم قاعدته مائية فيزول بسرعة بينما المرهم قاعدته دهنية زيتية يدون فترة طويلة فدائما المراهم هي التي تصلح المرضى الصدفية جميل طب الصدفية نتكلمت أنها بتظهر في أماكن كثيرة ربما شدني موضوع أنها بتطلع فقط في الأضافر بيكون عادة موجود عند السكان الريف في أسباب معينة أن نحن بنشاهد بعض السكان الريف في تشتققات في أضافرهم؟ أحيانا قد تكون إذا صدفية طبعا تشخيص لازم يكون طبي وممكن يكون نتيجة أعمالهم الشخصية وممكن يكون نقص في بعض المواد الغذائية فممكن يعني تشقق الأضافر ومشاكل الأضافر ممكن تضع لسط طويلة من مشاكل الأضافر مش مربوطة إذن بأهل الريف فقط مثلا تعمل بالتراب والزراعة في أمراض داخلية مثل قلون التقرحي ممكن يؤثر على الأضافر نعم نعم طيب علاج كل واحدة في يوم بيكون مختلف عن الآخر طبعا لازم العلاج الداخلي لابد من العلاج الداخلي يعني إحنا مرات بيجينا مرضى صدفية بقول الصدفية إلها عندي عشرين سنة وما تركت مرهم ولا كريم ولا دهون إلا استخدمتوه يا دكتور بدنا علاج داخلي هو بيقول أريد علاج داخلي طفيها من الداخل مظبوط منطق منطق لابد إيقاف التفاعل المناعي داخليا نعم طيب دكتور في بعض ممكن الناس هم من نفسهم بروحوا بجيبوا عشبة بحطوها إذا عندهم حساسية أكزمة أو طفح جلدي أو أي نوع من الحساسية بيصير معهم شو ممكن يكون في أثر سلبية للاستخدام شخصي بدون مراجعة شخص مختص بعلاج الأعشاب إذا استخدم الأعشاب الآمنة ما فيه مشكلة نعم لكن لا تؤدي إلى نتيجة عفوا نطلعك عشاب آمنة يمكن استخدامها مثل أيش يعني البابونج الحلبة القرص بعض الأعشاب المثلاً موجودة في المطبخ الينسون النعنع المليسة الأقحوان هاي يكلها شرب كلها سواء شربها أو يعمل منها كمدات نعم تصلح ممكن تخفف لكن ما بتحل المشكلة نعم وبعدين المشكلة هذه ما تحل من أول شهر لابد يعني الآن إحنا نقول للإنسان اللي عنده صدفية كل سنة معانا من الصدفية بدها مقابلها شهر إلى شهرين علاج يعني لو واحد عنده صدفية مثلاً خمس شهور خمس سنوات منقول له بدك خمس شهور علاج علاج نعم واحد عنده عشر سنوات صدفية بتكون أعند كلما قدم المرض كلما تمسك وتمكن من المريض بصورة أكبر نعم طبعاً من لطف الله من لطف الله في بعض المرضى البرنامج الصدفية أو الإكزيمة قد يكون مثل برنامج الكمبيوتر يعني يأتي وقت فيه برمجة للجينات الوراثية إنه هذا التفاعل بيطفي انتهى مبرمج من عند الله سبحانه وتعالى فتجد إنسان شفية تماماً من الصدفية أو الإكزيمة وانتهى الموضوع عادة الإكزيمة بتبدأ مبكرة عند الأطفال بجوز شفتوا أنت أطفال مولودين حديثاً والإكزيمة في وجههم وجسمهم والطفل بيصرخوا بيحك وعامل أزمة شديدة لوالده ممكن يبدأ الإكزيمة من الطفولة الصدفية غالباً تبدأ متأخرة من سن 15 فما فوق فالإكزيمة إحنا أحياناً طب لو طفل وليد هذا سؤال ممكن تسأله طفل وليد حديث الولادة وعنده إكزيمة كيف نعالجه ماذا يشرب هذا وما بيشرب إلا حليب أمه نعم ينعطي العلاج للأم ينعطي العلاج للأم يخرج في حليبها ويعجي الطفل جميل سبحان الله طب فيها حاجات معينة فيها عشاب معينة ممكن تشربها الأم عشان الطفلة اللي بعيدنا على الأقل للبابونج والحلبة هذه مبدئياً تستخدمها الأم البابونج والحلبة لو غلتها مثل الشاي وشربت كوبين يومياً وأرضعت وليدها ممكن تهدأ الأمور بشكل كبير بالإضافة لاستخدام المواد الطبيعية الخارجية كمادات البابونج أو الصبار جل الصبار اللي ذكرناه في الحروق برضو مفيد جداً لحالات الإكزيمة والصدفية نعم مات عديدة صراحة جل الصبار الآن هو ثورة في عالم التجميل والطب نعم سبحانه من الخلق إذن كل شكر لك دكتور سامير الحلو استشاري الطب البديل ولكن في ختام فقريتنا شو بتحب توجه نصيحة لكل مشاهدين لهذا الصباح أنصح الناس أنهم يحاولوا يكونوا أقرب ما يكون للغذاء الصحي جميل وما يعرضوا أنفسهم للمواد الكيموية بدون رقيب ولا حسيب ينتبهوا لهذا الأمر واللي مش بحاجة ياخد أدوية كيموية ما يخذها لأن الأدوية الكيموية أيضا من مضاعفاتها توليد تفاعلات تحسوسية لترون بعد استخدامها فترة طويلة لم تقصد مثلا المهدات حتى والبندو الذي كل الحبوب حدر المستطاع يخفف منها نعم حدر المستطاع كلما كان أقرب الإنسان إلى الطبيعة كلما أمن الأمراض بشكل عام نعم لكل شكر لك دكتور سامير ويسعد صباحك ويعطيك العافية مرة أخرى أيضا شكرا 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 شكرا